اشتركوا في القناة القمر موجود في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة أربعة وتسعة وثلاثين دقيقة من عصر اليوم السبت لا ينتقل بعدها القمر لها منزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح طبعا القمر بما انه موجود في برج العذراء معناته في هاي الفترة جميع الأمراج بيجدوا نفسه منهم بعودوا لطبيعتهم الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمرين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها ومنجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهم ومنشعر أنه الناس صاروا شوي شحيحون في عطائهم ماديا وعاطفيا ممكن أنه ننتقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما إلها أي وجود يعني نوع من أنواع الوسواس هاي أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين، شرب الكحول، مهدئات، أي شيء بوسع نقتناء حيوان أليف، مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة تأثيرها لأيام معدودة يعني هي اليوم رح تبدأ تأثيراتها لها زاوية تثليت إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو ولكن كثرة الزوايا السلبية اللي بتشكلها الزهرة رح تضعف من هاي الزاوية ما رح تعطيها هالقوة الكبيرة على جميع الأطراج طبعا بما أنها بين الزهرة وبين بلوتو الأزواج أكثر ناس هم اللي بيستفيدوا منها أو العشاق أو الحبيبة بمعنى آخر طبعا تأثيرها هاي الزاوية من يوم 24 تسعة لغاية 27 تسعة ذروتها يوم 26 تسعة ساعة 5 و45 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث أنها بتتدعم وبتتعزز أكثر فأكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهاي تأثيراتها حكينا أنه مستمرة لغاية يوم 25 تسعة وعادة عند حدوث هذا الاتصال بين الشمس وبين عطارد بتتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم مواضيع علمية صعبة تتعذر علينا فهمها بالفترة الماضية ولكن تراجع عطارد شوي بيخلي في اضطراب في هاي المسألة بيزداد التوجه لإجراء الاتصالات أو التنقلات أو السفريات الضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين الشمس وبين المشتري وهاي تأثيراتها حكينا لغاية يوم 39 هاي زاوية بتبدد الحضوظ في أي مسعى من قوم فيه يعني من الآن ولغاية يوم 39 لا تعتمد على الحظ نهائيا من هاي زاوية وأيضا من تراجع عطارد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين زحل وهي تأثيراتها لغاية يوم 14 تقريبا بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في عملنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية منفصلة ما بين زحل وما بين أورانس وحكينا هاي تأثيراتها لغاية 16-11 هاي الزاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في الحكومة ما احتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة أو تقلبات مناخية عنيفة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي اليوم ذروتها اللي رح نذكرها هي زاوية التقابل سلبية بين زهرة وبين نبتون وهاي حكينا أنه تأثيراتها لغاية يوم 25-9 هي زاوية سريعة يعني تشكلت يوم 23 بتنتهي يوم 25 ذروتها اليوم الساعة 58 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هاي زاوية حكينا أنها بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية اللي بتعكر صفونا نذكر أشياء أو الأشخاص اللي مروا بظروف قاسي العلاقة بهاي الأمور في هاي الفترة بتظهر وبيذكروها وهاي زاوية من الزوايا الخطيرة جدا اللي بتزيد من خلالها عمليات التحرش الجنسي وأيضا اغتصاب الأطفال أما بالنسبة للزوايا اللي مع القمر فعنا زاويتين اليوم الزاوية الأولى هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهي راح تكون في تمام ساعة ذروتها خمسة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم السبت طبعا هاي بتستمر من ساعات تقريبا يعني الضحى أو ما قبل الظهر ولغاية ساعات ما بعد منتصف الليل بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في علم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهي راح تكون الساعة سبعة وستعشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الظهر لساعات ما بعد منتصف الليل السبت على الأحد يعني بتستمر لغاية صباح الأحد بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع من ناحية إيجابية وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية عندنا البنكرياس والأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس مثل العيون والأذنين هاي الأكثر حساسية طبعا ما بنصح بإجراء عمليات جراحية كبرى لهاي الأمور عمليات صغرى بصير ولكن زي عملية التنظير أو عملية أنك تراجع الطبيب أو تأخذ أدوية فما في أي مشاكل أما عمليات كبرى أنا ما بنصح فيها لهاي الأعضاء تحديدا أما باقي أعضاء الجسم فما في أي مشكل اليوم لإجراء أي عمليات جراحية بالنسبة لعمليات التجميل طبعا عمليات تجميل كبرى ما بنصح فيها ولكن الأمور اللي إلها علاقة بتنظيف البشرة أمور الحقن الأمور اللي إلها علاقة بإزالة الشعر هاي ما فيها أي مشاكل وأيضا هذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العدراء خلو المسار القادم بيبدأ يوم الأحد 25 تسعة رح يبدأ في تمام ساعة 12 و 49 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج ورح يستمر حتى تمام ساعة 4 و 42 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيج من نفس يوم الأحد ولا يستقر القمر بعدها في برج الميزان بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الآن اختفاء القمر منسمي أو اختفاء الهلال لأنه الآن بده يبدأ بمرحلة البولات الهلال الجديد ولكن أنه لسه ضايله كمان يوم يعني بكرة بتصير عملية الاقتران اليوم عمره 27 يوم يعتبر في تمام ساعة 1 و 36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بصير عمره 28 يوم نسبة الإضاءة بتصير ما يقارب ما بين 3% ل 5% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة سعيد بنسبة 45% القمر في العذرة حتى يوم 25 تسعة هي الآن سعيدة بنسبة 15% موعد بث الحلقة في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة 30% في ساعات مساء يوم السبب بتصير 70% سعيدة أما بالنسبة لعطارد اللي بتراجع صار في العذرة ورح يظل يتراجع لغاية يوم 12 منتحس بنسبة 25% الزهرة في العذرة حتى يوم 29 تسعة بسبب الزاوية اليوم ذروتها هو منتحس بنسبة 10% ولكن في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 40% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 عشرة بعدين بدي يرجع للحوت ويكمل تراجعه إلى ما بعد هذا التاريخ طبعا منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة بعدين بنهي عملية التراجع منتحس بنسبة 40% أورانس في الثاور بيتراجع حتى يوم 22 واحد منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بما أنه القمر صار في البيت السادس يعني عمل وصحة فهذا اليوم بيتراكم العمل أكثر من المعتاد وممكن بعض موليد برج الحمل يجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من عمالهم فعشان هيك اليوم بتكن تنتبهوا بشكل جيد لعملكم ولصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعالجوا المسائل الطارئة للتواصل أو للتوصل لا اتفاق معين ابحثوا عن حليف أو عن دعم وتجنبوا الإساءة إلى الأصدقاء فيه أو زملائكم بالعمل أو أصدقائكم أو شركائكم وحاذروا من بعض الوعكات الصحية يعني اللي بشعر بأي شيء غير اعتيادي يراجع طبيبه طبعا مش هالخطر الكبير ولكن أنه بيكون بحاجة لمراجعات طبية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم القمر موجود في البيت الخامس يعني اليوم طاقة الحب عندكم بتكون عالية جدا أو تقرب من الأحبة وبتظل اليوم رغبتكم قوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم بحيطكم طبعا الوضع الفلكي بحيوية حماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط وبيكون يوم من أفضل أيام الشهر وأوثرها حظا بما أن القمر رح يكون سعيد بنسبة عالية بتشعر بالطمأنينة وبالراحة ولكن تراجع عطارد اللي برضو موجود في العدراء ممكن يعمل سوء تفاهم أو تماس ما بينك وبين الحبيب أو محاولة فرض السيطرة على الأحبة أو الأبناء حاول أنك تتلق يعني تتحاشاها برج الجوزاء بالنسبة لما أوليد برج الجوزاء طبعا التركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائلة يعني أي شيء لعلاقة بالبيت بالعقارات بالمناسبات الاجتماعية هو اللي رح ينشط خلال هذا اليوم فبتنشغله في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتشعروا ممكن بعض موليد برج الجوزاء يشعروا ببعض الحزن أو التعب أو العتب على بعض المقربين لا إله وبتبحثوا عن ملاذ آمن أهم شيء أنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك ممكن يكون فيه توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة وممكن تظهر بعض الأعطال اللي إلهي علاقة بالمنزل زي الأجهزة اللي موجودة الأجهزة الإلكترونية أو أدوات المطبخ برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بينشطوا بالتنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء تنقلاتكم أو سفرياتكم ما بين المدن وحاولوا أنكم ما تدخلوا في أي نقاش حاد وخلوا كلامكم واضح عشان ما ينفهم غلط اليوم بسجلك لقاء مهم أو اتصالات مفيدة ممكن تجري بعض الأبحاث والمفاوضات الناجحة أو تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري ورح تكون له نتائج جيدة طبعا هذا الشيء بينطبق على الفترة القادمة لأنه هذا اليوم الأحداث اللي رح تصير فيه ممكن ما تحصل نتيجتها مباشرة خلال هذا اليوم ولكن في الأيام القادمة بيصلك الجواب عليها برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد أهم شيء أنه اليوم تخففوا من النفقات قدر المستطاع لأنه فيه مصاريف فيه دفعات فيه التزامات وبرضو فيه شراها بالمشتريات تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع اليوم أغلب موليد برج الأسد رح يناقشوا موضوع مالي ممكن يحصلوا على بعض الأموال اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات نوع من أنواع الدعم أهم شيء إنكم ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ولا تبذوا أموالكم هذا تنبيه على هذا الموضوع وبتكونوا عاقلين ومتيقدين قبل التوقيع على العقود وحددوا أهدافكم بالضبط إيش المطلوب واستشيروا أهل الإختصاص برج العدراء بالنسبة لموليد برج العدراء طبعا القمر صار موجود عندكم اليوم بطاقة أعلى فبتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور إلا أن عطارد ممكن بيتراجع شوي يشعرك بفقدان الثقة بالنفس بأترك هذا الموضوع وركز أنت طاقتك ممتازة اليوم رح تكون مميز بأداءك الفترة هاي واعدة بخبر أو بتسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة رح تفرح أو تطرح كمان أفكار جديدة وتحصل نتائجها وبتجتهد على إنجاح مشروع جديد وعندك حماسة ووضوح بالأفكار رح تكون مواضحة تماما برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هذا يوم بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم ممكن تشعروا بأن التعب بدأ يسيطر عليكم شوي لأن القمر صار موجود في بيت المتاعب فعشان هيك ممكن تفكروا في إلغاء موعيد أو الابتعاد عن الأضواء فعشان هيك حاول أنك تضبط طاقتك بشكل جيد حاول أنك تأخذ قصة من الراحة خلال هذا اليوم وإحمي نفسك من المحتالين ممكن تهدأ وطيرتك وتتراجع الأرباح والحيوية وأي شخص بوعدك بشيء ممكن ما يوفي خلال هذا النهار فترة هي يعني بطبيعتها محبطة ومخيبة للآمال ولكن يوم الغد من ساعات العصر تتعوض الأمور وبتصير الأمور لصالحك أكثر لما القمر بوصل لعندك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أهم شيء أنه ما تبقوا وحيدين بل سارعوا للمشاركة بأي شيء اجتماعي بيلعب صديق لألكم أو محيطك أو عائلتك أو أصدقائك دور بناء وتتمتع بحضور لافت أنت كمان وشعبيتك بتكون واسعة الرؤية بتصير واضحة أكثر أهم شيء أنك اليوم يعني إذا فيه اتخاذ قرارات ما تتسرع فيها راجح حالك ودرسها بشكل جيد شوفها إنها لمصلحتك اتخذها شوفت إنه الأمور مش للمصلحة لا أجلها شوي لحديث ما القمر يوصل لعندك بيكون أفضل برج القوس بالنسبة لما أوليد برج القوس طبعا اليوم ممكن تعززوا علاقاتكم مع المسؤولين أو أشخاص اللهم مكاني في المجتمع وبوسع كل محافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيدهم يعززوا علاقاتهم مع المسؤولين أهم مش إنكم أتجازفوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم اتجنبوا التصرفات الارتجالية حاولوا إنكم ما تخالفوا القوانين ما تدخلوا بأي شيء بشوه السمعة ركزوا بشكل جيد على أعمال واحد قبل الانتقال لآخر نظموا أعمالكم عشان تقدروا تنجزوها بالكامل اليوم اللي بيقدر يلتزم بهاي المواضيع ويداوم بوقته ما يتغيب بيقدر يطالب بحقوق لا إلو من المسؤولين على العمل أو يلفت النظر للمسؤولين بحضوره وممكن يصير فيه ترقية في الفترة القادمة إلى بدل هذا الموضوع برج الجديد بالنسبة لما أوليد برج الجديد طبعا اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد أوراق قانونية، معاملات، اتصالات، ولكن بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن لا تنفعلوا، لا تندفعوا، لا تتهوروا، فيه اليوم عندك طاقة عالية جداً، وعندك حماسة عالية جداً، وهذا الإشي رح يترك كثير من الطباع أو الانطباعات الجيدة عنك بسبب حيويتك الفائضة بتطمئن خواطرك وتختفي هواجسك، وهذه فترة إيجابية جداً، أهم شيء أنك ما تضيع عليك الفرص اللي ممكن تحصلها خلال هذا اليوم طبعاً اللي عنده امتحان جامعي، بده يركز، ما يعتمد كثير على الحظ، بده يركز بشكل جيد برضو اليوم هذا مناسب لتعزيز العلاقات العاطفية لأيكم برج الدلوم بالنسبة لموليد برج الدلوم، طبعاً التركيز كله رح يكون على الأموال المشتركة اليوم ممكن تطالب بحقوق لا إلك أو تتفحص حساب مالي مشترك أو أمور إلها علاقة بقرض أو تسوية أو ضريبة أو تأمين أو فواتير أو مال الزوج أو الزوجة أهم شيء تخففوا من النفقات ممكن اليوم يعني صحتكم أو صحت قريب لإلكم تكون بحاجة للرعاية شوي ولكن حاولوا أنك تكونوا برضو مارنين وما تتنازلوا عن حقكم شرط الامتناع عن فرض الرأي والتسلط ابحثوا عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف وما تهملوا أي ملف ولا أي قضية طبعا ممكن بعضكم يحصل على بعض الحقوق اللي إلوه من الأموال أو يسترد أموال كان صعب أن يحصلها بالفترة الماضية برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا القمر صار مقابلكم تماما وهذا يعني أنه بعطيكم إيجابية على حول تركيز أو أمور إلها علاقة بدعم ما بينكم وبين شركائكم إن كان شركاء العمل أو العاطفة ممكن تعززوا العلاقة ما بينكم أو تتفقوا على شيء ولكن بك تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نسقوا بين مختلف الواجبات حافظوا على غدوءكم الكامل حاولوا أنه اليوم ما تعصبوا يعني أي شخص بده يستفزكم اليوم بدك تأخذ نفس طويل لأنه أنت الحلقة الأضعف ما تدخل لا بنقاش ولا بعصبية ولا بجدال أترك الموضوع ليومين لحد ما يتحرك القمر من مقابلك بعدين تجد أنه الرد لحاله إجاء أو بصير عندك القدرة على الردود لأنه عادة لما يكون القمر مقابلك بيكون ضغوط كبيرة والأوضاع ممكن تكون فيها بعض الصعوبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أشهد أن تكون قدرة لحالة 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 لحال